جمعه دي على ايام كارتاج المسرحية الافتتاح كان نهار صبت عاش بك الافتتاح حصيتها كان اهل الميدان ما فماش انتبار انتاز دخالة فماش ديز انستاقراميز ما عاشا دي لصالحكم ولا ضدكم ولا احنا معناش مشكلة مع الانستاقراميز يخدموا على الروح مربعينهم لا لا في المسرح في ايام كارتاج المسرحية شوف انا معناش جوفيس با الانستاقراميز ولا البلوغيز جوفيس با كاتيجوري معينة انا اللي همني انو الحاجة اللي بالحق صحيحة والناس كل اللي شافوها وقارنوا بين الجي سي سي والجي تي سي مع تحياتي للجي سي سي والاهل للجي سي سي واحتراميز الكبير ليهم انو ما فهم حد احنا ركب على الجي تي سي ما فهم حد ركب على الحدث 99.99% من الناس اللي كانوا حاضرين مهتمين بشأن المسرحي سواء فاعلين فيه بشكل اساسي وفعال ممثلين كبار وصغار في العمر وفي التجربة هوات مستقبل غدوة طلبة الناس جمهور يحب المسرح الناس عندهم علاقة بالمسرح من ناحية أو من اخرى فمشدوا خلاء محترمين مزيانين محلهم لبسين من مزيان لبسين تونسي أما في المقابل ديما إشعاع جي سي سي يكون أكبر من إشعاع جي تي سي والله كان الإشعاع بالبوز خلني مثالش خليهولهم أما التظاهرة مسرحية تتعدى معناتها البوزة دا مش حاجة خائبة مش ديما بحاجة خالبة نجم يكون حاجة باية في بعض الأوقع عنده إيجابيات والبوزة نقول لك حاجة مايسا كان جينا نحبه البوزة ولا نعملوش مسرح عمرو المسرح فعل المسرح ثلان رقبة السينما ليش فعل؟ فعل لكن لكن ما نحكيش على الفاعلين نحكي على اللي جيوا يعني أصلا وحتى الفاعلين ليش طبعوني علش يمشيوا للسينما ما يمشيوا على خاطر السينما الدخلاء يمشيوا إنو يعرفوا برشا يجيوا نجوم كبار برشا عبيد اللي بيستعليهم برشا هو وفيت البوز اللي جي بالبوز صارت بوزة كل عام صارت بوزة كل عام دونك ولي بيجيوا أحنا سمحني مع احترامي لا يتجرؤون لا يتجرؤون لا يتجرؤون مشكون يخاف يخافوا مننا جمعة المسر طبعا معناه يوقفين على أنا نطرد مثلا طرد أنا نطرد مين سيفتك سيفتي نفعل أنا حد دخيل ونعرفه جاي بيش يتصور وما يدخلش يتفرج نسمح روحيني نقوله سمحني اشتعمل شنوه صيفتك أنت هو يناجم يقولك شنوه صيفتك صيفتي ما سرحي لا لا أنا أنا معناها نشرع لروحي أما مش معناها نتعصف راه أما كنحس العبدة ذاكة جاي يفسد وجاي جوست يعمل في البوز وجاي سايب سمحني في الكلمة في الريق نقوله سمحني تشتغل أعملت عملت أعمل ما حاسبك حد ما حاسبني حد من عارش سمعه ما سمعوش ما ما حاسبني حد على خطر نشيوا روحه روحه طبعا على خطر هما كانوا زوز بنت نعرفهم بل كده شو هيعملوا الخائب معناها نقص الجانب الخائب اللي عملوا فيه وما شارفوش حتى طرف المرأة التونسية على أي صفة لا جي تي سي لا جي تي سي لا جي بي سي لا جي بي اس لا جي بي اس ما عنا مزهومش يخي تردتوا قلتوا لهم ما يشتعملوا انتو قلوا لي بشتنصوروا صوروا قلوا لي بشتنصوروا اه صاريحي تحبوا تتصوروا معناها وتروحوا قلتهم روحوا وخافوا من سيكنات والله عليش بتعمرش هاكة في جي تي سي ما عندي حتى صوت انا لعندي صوتة لا في جي تي سي لا في جي تي سي هاي تزوز ما عندك صوت اما انت ممثلة زيدة نجمة طعمتها وعندك أسليم انا جي سي سي بام ومانت ليس عالمي انا ما حسش بالانتماء تحسش بالانتماء لا برغبة منك ولا من الآخرين والله تعرف ما يسا كما كل الجيران اللي بدوا عاشين فرد بالاس مثلا في العيد يسلموا على بعضها في بحشل حل غيار معناها يعزيو في فرح يفزعو وكهو انا والسينما هاكاكا نتفرج في الأفلام الحلوة نفرح الزملائي الفنانين كي عملوا أفلام حلوة المخرجين نفرح بالعرص اما تحسش بالانتماء اما نحش اللي خليك ما تحسش بالانتماء انتي ما تحبش برشة السينما وإلا المخرجين خاطر ما عايتولكش برشة السينما فما حسوكش بالانتماء لا 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 هني قلت انا كي عايتولي نمشي نخدم فما أدوار ما نجمتش نخدمها عايتولي ما خدمتهاش مش شتيلي وفما أدوار خدمتها فرحانة بها برشة لكن نحب السينما بالعكس سينما الحيات العين العالم بالعكس نحب السينما على الأخر نحب نتفرج في السينما انا ديما تصنف روح كممثلة مصرحية بالأسس طبعا هذا قصد وما الحب إلي للحبيب الأولي هذا عليش في أيام كرتاج المصرحية كل يوم مواكبة تقريبا مواكبة إلى حد الآن قد اشتعطي على عشرة للدورة ولا هي مازال مازال أما ماشي الحمد لله ما نقولكش دورة واو ما صارش قبلها ولا بعدها لا لحقيقة مش نكونش منافقة أما الحمد لله إلى حد الآن الأمور ماشية بهي تنظيم بهي عروض متفاوتة فما عروض متنزة برشة فما عروض متوسطة لكن الحمد لله الحمد لله